اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين إزايكم حبايب قلب أغباركم عاملين إيه يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة بإذن الله لسه مستمرين في طبعا دورات البط الخليط المسكوف والبلدي اللهم صل عني بحاجة كده جميلة جدا جدا ومستمرين برضو في برضو في عالف البط بطريقة كويسة جدا 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 وهي طبعا بقى لنسبة أعلافه بدون أعلاف خالص يعني كده بصوا حاجة كده جميلة جدا إن شاء الله النهاردة معنا خلطة بصوا من حاجة كده اسمها أبو بلاش خلطتنا النهاردة اللي احنا هنعملها للبط عاوز أقول لكم أن أنا هأكل البط بتاعي النهاردة بعشرة جنيه فقط لمدة أسبوع قدام بعشرة جنيه أيوا بعشرة جنيه هأكل البط بتاعي المدة قدام طبعا الفيديو اللي فات قلتلكوا أنا كنت اشتريت حاجة بعشرين جنيه أنا عاوز أقول لكم والله العظيم أنا لسه بعمل منها للبط لحد النهاردة ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده كويسة جدا جدا فها نسبة نشويات وكمان جميلة جدا للبط لو انت هتأكلم انها البط وطبعا هكون بقطرة الايام اللي جاية وزي ما حضراتكم شايفين مزرعة البط الخليط المسكوف والبلد دي 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 كلها من بوايا اكل البيت والعيش وكمان من المواد الغذائية اللي احنا بنحطها او بنضيفها للبط الطبيعية تمام فان شوالله الفيديو بتاعنا النهاردة هيبقى جميل جدا جدا يلا يا بنات يلا كده كل اخوات اللي معايا على القناة عاوز كل ادخل وضع لايك للفيديو ما تنسونش في الايك يا جماعة بنلاع عليكم حطوا لايك للفيديو عشان يوصل الى اقبل عدد للناس وكمان يشوف الفيديو بتاعه ويستفيد لو انت اول مرة تشوف الفيديو بتاعي يا رب يعجبك وكون عند حص نظن حضرتك وما تنسينيش في الاشتراك في تفعيل الزرار الاحمر اللي في الفيديو فعلي الزرار الاحمر كلمة الاشتراك وكمان حط لايك للفيديو لو عجبينك النهاردة معاك يا ام مشاهد النهاردة زي ما انتم شايفين كده وكلكم عارفين طبعا ام مشاهد طبعا كل مرة بتطلع علينا بحاجة مختلفة عن اللي قابليها يعني بنأكل الطيور بتاعتنا وبنأكل كل حاجة احنا مربيناها كده من بوايا اكل البيت والخضرة والبطاطس فالنهاردة زي ما انتم شايفين الخلطة بتاعتك النهاردة مشاهد زي ما انتم شايفين كده باسم الله ما شاء الله انا زي ما قلتلكم في الفيديو يقول لي فات انا كنت جايبة بعشرين جنيه بطاطا ثلاثة منها تقريبا كيلو الدوريلي فات مع العجيارة كده والنهاردة كده بأخدت منها شوية بشرتهم كده في المبشرة علشان نأكل البط بتاعنا وكمان نعرف الطيور بتاعتنا في برسيم الايام دي والله يبصوا انا جبتها بالصدفة يعني انا تلاقيتها بالصدفة ممكن حد يقول لي لا ما فيش منه دلواتي بس انا والله نجايبها بالصدفة في منه كمان ناشف متناشف في الشمس تقدروا ان انتم برضو تجيبوه بيتباع برضو زي الكزب كده تمام النهاردة كده زي ما انتم شايفين عجيارة وكمان شوية برسيم كده وكمان عليهم شوية بطاطا وعليهم حبة علف لا يسكروا طبعا لو حد قال لي هم دول حبة العرف اللي انتم حطتيهم اه هم دول حبة العرف اللي انا حطيتهم هم دول اللي احنا نأكل بهم البط انتم لسه ما شفتوش حاجة تعالوا معي بقى علشان نشوف كمية البط اللي احنا بنأكلها واللي احنا بنعلفها بالخلطات ديت ونشوف مع بعض الاحجام والاشكال بصوا عاوز اقول لكم جميع انواع الطيور تقدر ان انتم تتأكلها الخلطة ديت وانتم بغمض عينك ما كلفتاش حاجة البرسيم طبعا الايام اللي جاية دي هتلاقي في منه كتير جدا جدا وهيطلع منه كتير جدا لان ما شو الله هيبقى موجود وكمان البطاطا موجودة الايام ديت كله بخمسة جنيه يعني ما هاش غالية هنا بقى معانا الخلطة بتاعتنا الجبارة الحاجة كده بصوا عاوز اقول لكم جميلة جدا يعني تشتغلي بقى كده وانتم بغمض عينك قلعه جايرة او الدي شيشة ناس كتيرة جدا قالت لها مشاهدين ارجع اشتغلي بها وفعلا انا ارجعت اشتغلت بها وزي ما قلت لكم الدور اللي فات يا جماعة انا طول فترة الشتاء او ما بتلاقي الجو ان هو بالليل ببقى فيه نسبة رطوبة شوية ببدأ ان انا اطبخ بيها العجيارة بتاعتي او الدي شيشة بتاعتي على الخلطة اللي انا حطاها عاوز اقول لكم الخلطة يا جماعة اكسم بالله كده بصوا حاجة كده لزول حاجة كده جميلة جدا هتأكل البط بتاعك البط بتاعك هياكل وهيشبع عاوز اقول ل كمان الخلطة دي اللي زادت انتاج البيت مهولة 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 اذا كان في رغباء عندك قطع بيض اتبط عندك قطع بيض اي حاجة عندك قطع بيض هتلاقيها ما شاء الله اللهم بارك شايفين طبعا بسم الله ما شاء الله عاوز اقول لكم ان كل كمية البط دي يا جماعة ما شاء الله اللهم بارك كل الكمية دي متعودة على بواية اكل البيت والخلطات البسيطة جدا 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 زي ايه زي البطاطا زي البطاطس شوية مثلا غلة منقعين شوية علف حب الضرة شوية عجيرة طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين مفيش احلى من كده طبعا بنأكل البط بتاعنا بطريقة صحيحة بحيث ان احنا ناخد برضو منه وننتج منه ونطلع منه على قد ما نقدره زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا جدا طبعا كتير جدا هيخش يقول يا مشاهد انت عندي كل كمية البط دي اه عندي كمية البط دي كلها ما شاء الله اللهم بارك عاوز اقول لكم الايام اللي جاء ان شاء الله كده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك هجيب برضو مزرعة تانية باذن الله بس ان شاء الله ديت هتبقى للفراخ البيضة بس ما شاء الله ادعو لي ان المشروع بتاعي يتم على خير وينجح ان شاء الله واشوف منه رزق ورزق ولاني يعني بعد طبعا اللي حصل وكلكم كنتوا عارفين فالحمد لله جايز ان ربنا كان كتيب لي الخير برا المكان اللي انا كنت فيه والحمد لله جايز ربنا كان ده سبب اني اعرف معظم الناس حوالي واعرف الناس اللي حوالي شكلها عامل ازاي الحمد لله ان انا فوقت على اخر اللحظة والحمد لله ان انا بعدت عنهم تماما ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضرانكم شايفين دي كميات البط اللي احنا بدر بيها وبين طلحها عاوز اقول لكم ان من اول بكرة باذن الله هنبدأ الموسم الجديد بتاع الرقد وكل حاجة تخص الرقد عن البط تماما فان شاء الله تزروبوا الايام اللي جاية الفيديوهات القادمة عن رقد البط وكل حاجة طبعا لانتاج البط زي ما انتوا شايفين لو انتم ملاحظين هتلاقوا البط ما شاء الله بيهجن كده على الخلطات دي طبعا ما شاء الله ربنا يبارك ده الخلطات اللي احنا بنقدمها عجيرة على شوية خضرة مش متواجد عندك برسين ممكن شوية جرجير شوية خص شوية كرات شوية بصل اخضر اي حاجة يا جماعة والله العظيم البط هتلاقي اكل معاك وشبع واتلاقي البط معاك ايجا معاك كده على طول ومشو الله الحاجان بتاعته بقت كويسة جدا 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 زي ما انتم شايفين خلطات طبيعية وحاجات بسيطة تقدر ان انت تربي البط مش شرط ان انت تربي البط على العلف علشان البط ييجي معاك وعلشان يكبر معاك الطريقة دي خاطئة ازاي خاطئة يعني مش كل معزم الناس بتربي البط على العلف تمام فين اللي يقدر وفين اللي مش هيقدر ان هو يربي على العلف انا بعمل حاجات دي كلها وبنزل جميع الخلطات دي علشان كل اخوات اللي على القناة اللي طلبوا مني يا مشاهد احنا عاوزين خلطات بدون اعلاف خالص طب نزللنا الفيديو الفلاني اللي مفيش في اعلاف خالص هنزله لكم وانا وعدتكم ان انا هنزل لكم فيديو بازن الله على القناة من اول يوم بنأكل البط بتاعنا خلطات طبيعية من البيت وبوايا اكل بيت من غير نسبة علف نهائي وهنشوف زي ما تحدينا حاجات كتيرة جدا وتحدينا ناس كتيرة جدا ان البط هيكبر معانا بدون اعلاف كمان هيكبر معانا ان شاء الله الدورة اللي جاية بازن الله هيكبر معانا من اول يوم استقلاء من اول يوم استقبال بدون اعلاف خارص هنشوف مع بعض كل حاجة بس انتظروني الايام القادمة ان شاء الله في حاجات كتيرة جدا 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 حضرتكم طلبتوها مني ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا انافز حتى لو جزء بسيط منها عشان اكون عند حسن ظنكو وعلشان استقل لحضرتكم دوتهالي لو وصلت معاني الفيديو لحد هنا ياريت ما تنسونوش في لايك حطوا لايكات كتيرة جدا جدا لو مشاهد لو انت عاوزيني استمر في القناة وعاوزيني اكامل معاكو ياريت تحطوا لايكات كتيرة جدا 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 زي ما حضرتكم شايفين بسم الله ما شوالله احنا عملنا الخلطة بتاعتنا من ولا حاجة يعني بعشرة جنيه اكلت مجموعة البط دي كلها فيما بالك لو انت عندك عشر بطاط ولا خمس بطاط هتأكلهم ايه طبعا زي ما قلتلكو خلطات يعني بعشرين جنيه بس بطاطا هتعب معاكو اصبعين لان انت مش هتعملي منها كمية كبيرة انت هتعمل منها مسلا ايه كوز بطاطا كوز بطاطا هتصلي ايهم و تبداي ان ان انت تقطعيهم على الوجبات بتاعت الاكل جميلة جدا جدا ما شاء الله حاجة كده بتبقى جميلة جدا الخير بيبقى حالو الرز بيبقى حالو طبعا كلنا زي ما حضرتكم شايفين بنحب ان احنا نربي الحاجة لولادنا طبعا كتير مننا ما بيقدرش ان هو يشتري الحاجات دي من برا فالاحسن لك ان انت تطلع انتاج للبيت من عندك لو عندك شوية فراغ بلدي هتطلع منهم شوية بيض لو عندك بطة هتاخد منهم شوية رقد او شوية فأس هيبقى البيت عندك ما شاء الله مليان عندك كل حاجة مولان عندك كل خير حد يجالك فجأة هتقدر ان انت تستغرفي هيبقى عندك كل حاجة هتبقى موجودة في قلب البيت طبعا زي ما حضرتكم شايفين يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ما تنسونوش في لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان وصلكم من قناتي كل جديد قناتي مشاهدة وطيورها واشوفكم باذن الله بكرا على فيديو جديد